السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي قناة الصحة والجمال من كل مكان في العلم برحب بحضراتكم في أولى حلقات برنامج نمازج مشرفة أحب في البداية أعرفكم بنفسي الأول أنا أميرة سليم هكون معاكم إن شاء الله أسبوعيا هقدم لكم العديد من النمازج المشرفة في مختلف المجالات إن شاء الله إحنا النهاردة معانا يعني ضيوف مهمين جدا ومتميزين جدا وأحب أنوه برضو عن فكرة البرنامج هنعرض لحضراتكم إيه في برنامج نمازج مشرفة في برنامجنا هنهتم بإظهار الضيوف المميزين اللي تميزوا في مختلف المجالات مجالات اجتماعية ثقافية دينية تعليمية ولكن البعض منهم مش واخد حظه في السوشيال ميديا ومش معروف بشكل كافي وده ما يمنعش أبدا منه هو ممكن يكون أنجح من حد أخد حظه في الميديا وفي الحقيقة إحنا عملنا حصر ويعني قعدنا نفكر كتير في إيه هي تكون أولى حلقات البرنامج ولقينا أن فيه موضوع مهم جدا 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 في الحقيقة هو حديث الساعة من بداية فيروس كورونا وهو التعليم في مصر طيب طبعا يا ترى كل اللي فكرنا فيه يا ترى المدارس طب هنعمل إيه طب الدراسة هترجع طب دور الحضانات وهم طبعا أكتر فئة يعني كانت مستهدفة الفترة اللي فاتت وأكتر فئة تضروا من الوضع الحي اسمحولي أرحب بضيوفي المتميزين أستاذة هند تمرز وأستاذة بدور تمرز مديري أكاديمية في الحقيقة حضرتكم مشوار طويل في عالم إدارة الحضانات أكتر من 20 عام احكونا بدايتكم منين وأحب في البداية أرحب لكم أهلا بساعدة أهلا بحضرتكم الأول نحب نشكرك قوي على الفرصة الجميلة دي اللي انت أتحتها لنا وفكرة البرنامج الجميلة جدا بالنسبة للبداية البداية كانت عبارة عن فرصة أو تفكير لفرصة عمل يعني أنا مثلا كنت لسه بدرس وفكرت إن أنا بحب المجال دا جدا وبحب مجال الأطفال جدا فعايز أشتغل معيهم وبحبهم جدا فكان قدامي عقق كبير أنا حبدأ من فين وطبعا التكاليف والحاجات دي كلها فطبعا كانوا أهلي دعمين لي جدا إن أنا بدأت من بيتنا يعني أخدت مكان في بيتنا وبدأت بيه وعملت مكان للحضانة وهم شجعوني جدا جدا لغاية ما الموضوع دا كبر أنا عايز أقولك في خلال ثلاث شهور كنت أشهر حضانة في المكان بتاعي جميل أشهر حضانة عندي ويتنج وعندي ناس مستنيها نهاية تقدم عندي وبعد كده يعني الحمد لله بفضل الله إحنا كنا ثلاث إخوات بنات وأنا الكبيرة فكل واحدة منهم بقى حبت المجال وبقينا ثلاث مدرسات أول نواة لليتل تيتشر أكاديمي جميل يا فندي ومكانكم فيين وبالفعل المكان بعد مكان حلم اتحقق وأصبح مكان كبير وكنا برضو بنأمل إن المكان يصبح ليه فرع تاني والحمد لله ربنا وفق بدأنا إن إحنا نفتحه وكانت مشروعنا ناجح الحمد لله بوجود ناس دعمتنا كثير يعني إحنا أولا متزوجين ومعنا أطفال ما كانش دعوك ولا كان سبب ومشكلة إن إحنا مثلا أصرنا في حاجة لأ كان أزواجنا بصراحة دعمين لنا جدا في إن إحنا يبقى فكرة إن إنتي عندك هدف وحلم تحقق إيه والحمد لله إن إحنا يعني بدأنا المشوار وهو مشوار طويل وأنا ما أقدرش أقول إن أنا وصلت للطب لأ بس أنا حلمي لسه الحمد لله قادرة إن أنا حققه يعني وبدأي ربنا إن يعني تكون فكرة الحضانة دي يبقى عليها ثبوت شوية لأن هي لها دور كبير وأهم دور يعني أنا من وجهة نظري إن دور الحضانة ده هو مش مكان إن أنا بوضي فيه أولادي فترة يقض وقت لا ده هي التربية بس أنا اختاري المكان الصح تمام تمام يا فندم وبرضو دعوة إن إحنا نمسك في أحلامنا وإن شاء الله يكون عندنا العزيمة والأراضة إن إحنا هنوصل إن شاء الله طيب عايزة أسأل حضراتكم سؤال مهم جدا هل مواصفات الإدارة النجحة واختيار فريق العمل بيكون له جانب مهم جدا ومؤثر في نجاح العمل؟ أكيد طبعا أكيد طبعا من البداية خالص أول دور حيبقى مؤثر بقى في حياة الناس كلها اللي هو تجدد النية لله سبحانه وتعالى أن أنت يعني بتعملي العمل ده الوجه الله أنت مش طالبة أي حاجة من أي حد غير أن أنت بتعملي عمل خير للأطفال دي وبتوصل لهم رسالة معينة معين أحد من فريق العمل على الهوى؟ وفي صورة على الهوى من فريق العمل فريق العمل المتميز بتاعكم؟ كل حد فيهم أنا بشكره جدا 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 بالاسم كده القامة والقيمة مستر يوسري ده مدرس أول ساينس يعني أتخيل أن إحنا مقدمين أول حد يقدم مادة الساينس كحضونة كتأسيس يعني إستاني نرجع بقى النقطة مهمة جدا أنتوا عندكم تخصصات أيها طبعا مكان متخصص وإحنا بفضل الله ربنا يعني علشان إحنا نوينا خير فربنا جعلنا كله مع الكرو ناس متميزة جدا ناس متميزة جدا عشان ما نساش حد أستاذ يوسري طبعا مدرس أول ساينس كابتن ألاء الكابتن بتاع الزومبا والفيتنس بتاعتنا طبعا عندنا الدكتور شايماء مسؤولة عن التغذية والصحة أستاذة هيبة مسؤولة عن الكرافت الأستاذة شيرين مدرس فصل أستاذة أيا مدرس فصل مادام كريستينا مدرس فرنش عندنا مادة تانية أستاذة مايور أستاذة التربية الخاصة طبعا عندنا رئيسة الننيذ أم مريم طبعا كل ده حضراتكم بقى كلموني كنت قلتولي في الأول أن حد ماسك الجانب الأكاديمي وحد متخصص في إدارة الأعمال أنا مزيري إدارة الأعمال أستاذة بدور أستاذة بدور مجيري إدارة الأعمال طبعا هي إدارة الأعمال ما تخصش حسابات فقط لا هي لها ترتيبات تانية كثيرة طبعا الترتيبات زي مع فريق العمل اللي هو بجد إحنا فعلا يعني ربنا وفقنا في اختياره هم ناس يستحقوا الشكر بيبذلوا أقصى مجهود وهعقب على نقطة بس ميستر يوسري اللي هو مدرس الساينس مدرس أول أول ما عرضنا عليه الفكرة كانت الفكرة بالنسباله أن الأطفال مش حيبقى فيه استفادة من مادة ساينس وتجارب فإحنا كنا مدعمين ليه وقلت له يعني اتكلمنا معيه ولأ وصلنا الفكرة إن شاء الله دي فكرة جديدة حضرتك تدعمنا بيها وإن شاء الله إحنا بنتعب وبنكتهد حنلاقي نتيجة وبالفعل بعد وقت قصير جدا كان فيه نجاح وكان فيه كونكت ما بينه وما بين الأولاد وكانت الوصلة بقى التجارب وكان ما شاء الله يعني كانت الدنيا حلوة جدا وكان فعلا هو بعد ذيها قال لا أنتو كان عندكو فعلا حق إن فعلا السنس تغير ده على المدى الاستفادة بتاعته بتبقى عالية جدا وإحنا بنأهله إن هو يدخل مدرسة لغات قادر على المنهج المتطور إن هو ما يبقاش فيه صدمة بالنسبة له لا الدنيا بقت سهلة أنا بتعرف على العالم اللي حوالي من خلال طبعا الاصطف كله يعني يوجه له شكر معي كل حد بيتعامل بضمير يعني بناخده بإدام بعض إن إحنا نعله بالمكان والحمد لله رب العالمين يعني ربنا وفقنا الحمد لله الحمد لله وإحنا معينا اتصال تليفوني من أحد أولياء الأمور اللي عندكم في الأكاديمي معينا أم أيدم أهلا وسهلا بحضراتك يا فندم أهلا بحضراتك معيك برنامج نماذج مشرفة أهلا بحضراتك أهلا بحضراتك أنا أستاذ أميرة أنا بحقيقي طبعا على فكرة برنامج ومبروك على أول حلقة وأول حلقة يكون فيها النماذج المشرفة فعلا فهو أكيد برنامج نجح لإني فعلا أستاذة هنز وأستاذة بدور فعلا ناس حضراتك ممكن تسيب أولادك معيهم وإنتي مرتاحة وإنتي مطمنة جدا مش حاسة لإنتي سيب أولادك فحضانة لا فعلا أكاديمية متكملة فيها كل حاجة قبل التعليم في تربية أنا فعلا هم كانوا معي كتير في تربية ابني كانوا بيحافزوني كتير إلا أنا ابني كان دخلهم نفسيته تعبنا شوية لإني أنا كتب أشتغل فهما ما كونوش بحسسينه بكل ده خالص لكني أنا اللي معي ابني نفسيته تحسيني كتير ابني بقى كويس جدا معيهم فكرة النشاطات اللي طول اليوم مش كمذاكرة بس لا مش بيخلوا العيل اللي هو يتعقد مثلا من مذاكرة دي أهم حاجة دي أهم نقطة اللي هم لا وإنه دور الحضانة تكون البيت التاني للطفل وطبعا وكمان يعني أنا لما شوف ابني جاي عايز يعمل تجارب تجارب أغطح تجارب يعني أنا ابني في السن ده وبيعمل كده فأكيد دي أكاديمية كويسة جدا يعني أنا مش شايفة اللي في أكاديمية ممكن تعمل اللي هما بيعملوه ده شعلا هما يستحقوا اللي هما يكون نماذج مشرفة وأنا بحيكي جدا على البرنامج وبحيكي أكتر اللي انت يعني استضفتي في أول حلقة نس هند ومز رور قربنا يا خليكي هما يستحقوا هذه الدعوة الكريمة وأنا بشكرهم على أن هما شرفونا وقبلوا الدعوة وحقيقي يعني نموذج مشرف جدا حضراتكم أكتر من عشرين عام في المجال يعني أصبحتم موسوعة الحمد لله وأتمنى لكم المزيد من التوفيق عايزة بقى شكرا يا مؤيدا شكرا جزيلا عايزة أسأل حضراتكم سؤال مهم جدا برضو قالت لنا عليه وليت الأمر اللي كانت عند حضراتكم كنموذج حي يعني حاجة من قلب الحدث زي ما بيقولوا وشاهد شاهده من أهلها هل دور أصحاب الحضرات ليهم دور في تقديم نموذج حياتي للطفل مش بس تربويا اجتماعيا أكيد لازم يبقى فيه تواصل مستمر ما بيننا وبين ولادنا أنا بقول لحضراتك أنت بتكلمي عن حاجة من عشرين سنة يعني أنا معي دلوقتي اللي بقى قريدي بقى دكتور واللي بقى محاسب واللي بقى مهندس والعروسة فإحنا على تواصل دايما معيهم إحنا بنحضر أفراح إحنا بنروح عيد ملدهم إحنا دايما باستمرار يعني لو عندهم مشكلة إحنا بنتواصل معيهم لأنه فعلا هي التربية عامل أساسي ومؤثر جدا في الموضوع هو مش بس إن أنا أنت طفل عندي بجيبه وقت وحيتعلم بس لأ دي هي حياة يعني هي فعلا بتساوي حياة طبعا فأنت بتؤهلي تطلعي من عندك طفل سوي حتش خط تحت كلمة بني آدم سوي دي كتير 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 يعني بجد أنا حديكي مثال كده بسيط جدا للإضاحة يعني مثلا إحنا بنبقى مرتبين يومنا كله على حدث معين إحنا النهاردة هنعمل النشاط بتاعنا عن مثلا التسامل معنا كده إن حضراتكم عندكم جدوى الأسبوعي طبعا جدوى الأسبوعي وندخلين يوم للأنشطة مخصص للأنشطة أو للترشيل يوم الأنشطة بشكل يوم بحيث الطفل ما يملش أوه وبتدعم كمان اللي أنا بتكلم فيه النهاردة فإحنا ممكن نغير كل الترتيب عشان طفل واحد بمعنى إن كان فيه مرة مثلا وليت أمر بتقولي إن الولد ده تعامل بشكل غير لائق مع تيتا يعني فإحنا غيرنا اليوم كله وعملنا اليوم سميناه يوم الاعتذار جميل إزاي إحنا نعتذر لتيتا طبعا إحنا عايزين نشوف وسيلة حلوة نقول لتيتا إحنا أسفين طبعا ونعلم الطفل ده أنه هو يعتذر يعني حضراتكم كمان بتشتغلوا على جانب تعديل السلوك طبعا إحنا ممكن نغير مصاري اليوم بقول لحضرتك على سلوك إحنا عايزين نعدله يعني إحنا مش هنسيب اليوم يعدي وبعد كده هنتكلمه فيه لا هو انسي عشان توصلي طريقة للطفل مش بتبقى مباشرة إن انت لا ما تعملش السلوك ده ده كده غلط ده كده عيب طبعا الأطفال كتير عندهم ميزة العند يعني أو هو عيب يعني أو فإحنا لا إحنا بنوصلوها بطريقة إن أنت حتدلفت ليها يعني هيتلفت نظرت ليها وحتحب تروح تعملها وبالفعل الطفل ده روح البيت قعد يبوس في تيتا وأنا آسف يا تيتا لأنه هو تعلم بس إحنا مقلناش أنت عملت كده أنت غلطت لا هو كان الموضوع يعني بطريقة غير مباشرة بس إحنا كنا نهدفه إن الكل يتعلم إن سلوك الوحش أنا ما أقررهوش وما أعملهوش فهو نموذج فعلا بيبقى حياتي لإني بيبقى فيه تواصل يعني أنا مش يومي مثلا بيخلص مع الطفل لما هو بيروح لأ لأ يومي بيكمل غاية مع الطفل الآخر ممكن لما الطفل خلاص حينام إن أنا بيبقى فيه تواصل ما بيني وما بينهم وما بين أولياء أمورهم جميل وبالفعل أولياء الأمور يعني عن كلامهم وعن أنهم قالوا إن فعلا هم عملوا أسرة من الحضانة لأنهم لقوا جو الجو الاجتماعي اللي هم يعني مش بيلقوا في أي مكان موجود عندنا بيقولوا إن إحنا ربنا صحاب كتير وبقالينا معارف كتير من خلالكم إن إنتوا بقيتوا تقربونا البعض حتى الأطفال لو حد غاب يسألوا عنه تتصل مامي كذا بمامي كذا تتطمن إنتي ما جتيش لي بقى فيه تواصل وحياة ما بيننا وما بينهم وده اللي إحنا دايما بنسعي له بسم الله وإن شاء الله هو نموذج مشرف حضانة جميلة هي بحي العجمي بالأسكندرية ربنا ومعينا اتصال تليفوني ونقول ألو ألو سلام عليكم وعليكم السلام التحياتي لحضرتك ميس أميرة ولضيوف الأجلاء دوالدي وألف مبروك لأولى حلقات نماذج مشرفة فعلا يعني ضيوف الأجلاء مع حضرتك نماذج مشرفة فعلا للطموح والكفاح في المجال التعليمي وطبعا بنقدم التحية لهم وده شرف للمجتمع التكندري كله من يكون فيه أكاديمية بتحمل هذا المستوى من التعليم الراقي وتقديم الخدمة التعليمية الجيدة لأولياء الأمور لاطمئننهم لوجود أطفالهم في وسط الناس المحترمة اللي موجودة مع حضرتك برنامج متميز وإن شاء الله تمنياتي ليكي بالدوام والتوفيق والنجاح دايما يا رب ربنا يخليك يا والدي وأنا بتوجه بكل الشكر ليك والوالدتي اسمحوا لي أن أنا أشكرهم لأنهم كانوا دعم ليا وسابورت ليا في كل خطوة وحتى وجودي النهاردة كانوا معي وكانوا دعم ليا كل الشكر لكم مشكوركم جدا جدا شكرا شكرا يا بو شكرا بحضر يا جماعة اسمحولي أتكلم عن نقطة مهمة جدا 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 إحنا بنسمع عن تطوير المناهج الدراسية بشكل دوري وسنوي ودايما بنطور في مناهجنا الدراسية كما دارس هل تطوير كمان دور الحضانة ده بيتم فعلا يعني كلموني عن كيفية تطوير المناهج التعليمية المقدمة المقدمة للطفل في دور الحضانة إزاي بتشتغلوا على كده هل أنتوا بتاخدوا كرسات وبتطوروا من نفسكم أنتوا مكروا العمل بص يا بالفعل أنا عندي زي ما عرضنا كروه العمل أن هما كلهم تخصصات بس أنا عشان أجيب التخصصات دي لازم أنا عندي خلفية عن كل تخصص ده إيه وبالفعل إحنا أخدنا كرسات علشان بيبقى فيه كونكتما بين يوم وبين المدرس اللي بيجي يتزي المادة بتاعته هو بيجي مثلا يوم يتزي المادة وأنا طول الأسبوع بالفعل أنا بكمل وبسبت المعلومة وأنا عندي خلفية عن اللي هو بيحصل فبالتالي أنا فهمه وبيعمل إيه ومقدرة قوي شغله وعندي تعقيد برضو أنه كانت يعني مدرسة معنا في الكروه كانت هي بتتعامل في كذا أكاديمية كان رضي فعلا يعني المزيرين التانيين اللي في الأماكن التانية إن المادة بتاعتها هي مادة وأكيد ده طبعا من خلال الكروه العمل المميز معينا برضو مجموعة من السور حضراتكم بتتكلموا عنها باستخدامها أكيد دي أنشطة مختلفة إحنا كنا بنقدمها ده ساينس أو ده نشاط الساينس الولاد كان بيتعرفوا عليه طبعا الحفلات المستمرة حفلات مهدفة بيه هدف معين طبعا وإحنا لدينا كمان امتحانات شهرية دي برضو اللي حاب أقولها بالنسبة للتطوير إن الولاد يبقوا عارفين إن كل فترة أنا بعرف المستوى وبعرف إحنا وصلنا لإيه عن طريق إن امتحانات شهرية بيتم في الأكاديمية لكل مدرس ليه مدته بيعمل امتحان شهري ويعني الحمد لله إحنا يعني بنحاول إن إحنا نأهله طفل سوي أخلاقيا تعليميا طربويا إن هو ما يبقاش عنده مشاكل ولا في التعليم ولا في حياته بصراحة كان عندي بس النقطة حاب أضيفها بالنسبة للمدرب أو للمدرس اللي أنا بنوه عنه أو أنا حب أحب تثبت عليه إن هو ممكن يبقى 50% عنده خبرة يعني أنا مش هبصة أوي للخبرة بتاعته لكن أنا ها يهمني إن هو يكون إنسان سوي ده في المقام الأول لإن إحنا قريجي طول الوقت إحنا عندنا كورسات للمدربين بتوعنا وبنشتغل على نفسنا كويس جدا فلا الأهم عندي إن هو يكون إنسان سوي بيحب المجال ده جدا طادر على إن هو ينتهي طيب ليه بقى سؤال مهم جدا وحب كمان الإجابة تكون عليه بمنتهى الأمانة بما إن طبعا وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قرار بفتح الحضانات قولوا لي بقى إيه إجراءاتكم كده الإحترازية اللي أخدتوها في فتح الحضانات طبعا كان أسعد خبر في حياتنا سمعنيه إن إحنا هنرجع تاني مكاننا بيتنا التاني لما دخلنا كل مكان هو وحشنا طبعا أهم من أي حاجة في الدنيا حياة الطفل فكنا حرسين جدا على ده نأمن الطفل جدا إن هو يبقى قاعد في مكان مؤمن طبعا من بواب التعقيم لأدوات التعقيم باستمرار بنعقم كل عشر دقايق طبعا النظافة دي كانت موجودة وطبعا حاجات كثيرة زي طبعا مقياس الحرارة اللي هو منتطمن على كل طفل داخلنا وكمان نقطة إن إحنا ما زودناش عدد دي يعني إحنا مش بصين الموضوع مديا إحنا لينا عدد معين الفصل ما بيزيتش عنه بحيث برضو جي لحماية الطفل جميل جميل من الجانب برضو النفتي أو اللي هي الحاجات الاحترازية المفروض بتتم يعني من نظافة لكل حاجة دي طبعا بشكل دوري كانت موجودة بشكل يومي ولكن زودنا عليها طبعا في ظل فيروس كورونا المستجد طبعا طبعا ده جميل أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا أحب طبعا أشكر ديوفي الأستاذة هند والأستاذة بدور نورتوني وشرفتوني وإحنا حابين نقدم لحضراتكم هدية بسيطة كده من البرنامج درع التميز لحضراتكم لما أنكم طبعا من الحضنات الجديرة بالتميز وجديرة بالذكر أنا أحب بشكر حضراتك جدا لأن أنت بجد عاملة فكرة حلوة جدا أن أنت بتدوري مش بس الحكاية تبقى سهلة كده بالنسبالك فأكيد منتعبي جدا أنا أشكرك جدا جدا أكيد بعد بحث يعني متعب فإحنا بنشكره حضراتك وبنتمنى أن تكون الحلقة وصلة لأصحاب الحضنات اللي عايزة تفتح حضانة تفكر للموضوع من جميع الاتجاهات ناريت حضراتك تقدميننا بعض النصائح في أعجاب أنا يعني من وجهة نظري أن أي حد داخل في مجال الحضانة هو مش مجال أن أنا أفتح وبس لا أنت لازم يبقى ليكي مواصفات كمعلمة شكرا شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجيدة المصمرة اللي قدمناها في حلقتنا لأي حد بيفكر يفتح فكرة حضانة مشروع جديد لكل وليت أمر كانت بتتفرج علينا النهاردة بشكر حضراتكم وانتظرونا في حلقة جديدة ونموذج مشرف جديد